السلام عليكم. دعواني اليوم نشرح لكم طريقة تجديد البطاقة الراجحة او اسدار بطاقة جديدة. اذا جئنا عند الاسدار الالي الخدمة الذاتية نضغط هنا اطباعة بطاقة الراجحة مدى. هذا الخيار الاول لهنا. اذا دخلنا عليه كذا يجينا الخطوات الثانية هذي. هنا عندكم انتصار تبعات بطاقة الراجحة مدى. هذا طبعا تجديد عندي. اه كما تشاهدون هنا يقول لي اضافة رقم الهوية. ادخل هنا هنا الاستمرار ادخل رسالة التحقق على رقم كما تشاهدون ا ادخل الرقم هنا في الرسالة النصية بعد ذلك اعمل نقطة SorS curtback بعد اضافة الرقم السري في الرسالة النصية اعمل استمرار استمرار اختار الاسماذي اريد ان اتختfirه رسالة نصة اختيار الاسم الذي يريد. هنا عندي اربعة خيارات. اذا اخترت واحد من هذا اعمل التالي. بعد ذلك يطلب مني بصمة اصبع السباب اليمين. كما تشاهدون اذا اضفته هنا اعمل التالي. اذا اريد تغيير الاصبوع استطيع تغيير الاصبوع من هنا. عندي خيار تغيير الاصبوع. اذا عملت هذا الشسم والاصبوع هنا خلاص. الرجاء الامتظار. الان هنا كما تشاهدون التأكيد. كما تشاهدون هذا عندي رقم الحساب. وهنا عندي رسوم صفر. ليش? لان هذا تجديد. مش اصدر جديد. اذا هو تجديد يعني بيكون مجاني. انتظر الان. اعمل التالي وانتظر. الان كما تشاهدون تباعة البطاقة. انتظر الان لما نكتمل تباعة البطاقة. هنا كما تشاهدون التقدم. وكل هنا بعد استلم بطاقتك رجاء تفعيلها من الصراف. اذا استربت البطاقة افعلها من الصراف. كذلك كما تشاهدون هنا انتهت. هذا الاصدار الجديد وهذا كالقديم. الان اجيب التفعيلها في الصرافة الآلي. كما تشاهدون ان دخلتها. بيطلب مني كلمة سر. انا هنا بحط كلمة السر القديمة. هذه هي موجودة عميه من اول. فهنا ادخل كلمة السر. طبعا هو لان بيفتح لصفحة هذه ما تفعلت البطاقة. بيجيب لي الخيارة هذه. اضغط اي خيار من هنا عشان الخدمة تبدأ. تتفاعل. بعدين جيني رسالة نصية على نفس الرقم الذي مرتبط بنفس الحساب. وهنا ادخله. يقول لي عزيزي العميل لتفعيل الخدمة. ارجع الرسالة انا ادخلت الرقم. بعد ذلك اعمل تأكيد. بعدين اعمل تأكيد انتظر الان. بيطلب مني الان اعادة تعين كلمة السر. اعمل كلمة السر واعيدها مرتين. كما تشاهدون هنا. فضلا ادخل رقمك الشخصي. يجب ان لا يجد عن اربع رقم. ادخله هنا في المرة الاولى. بعد ذلك اعمل التالي. تأكيد. بعد ذلك كما تشاهدون. فضلا اعد ادخال الرقم الشخصي الجديد. هنا اقوم باعادتهم الجديد. بعد ذلك الان تم. الان اتفعلت البطاقة. بطاقتك الجديدة جاهزة. اذا اردت عملية اخرى اعمل نعم.